عزيزي طلبة وطلبات الصف الثالث العدادي مناهج معكم مستر عماد فوزي النهاردة معدنا مع الوحدة الاولى في الترم الاول بتكلم على بتتكلم على نبدأ كده مع بعضينا نشوف الفوكاب طبعا اللي هي السيرة الزاتية او الشخصية عبارة عن طبعا دي عبارة عن الهوية بتكون عبارة عن اسمهم او يكونوا مين عبارة عن عبارة عن سيرة ذاتية كتاب الشخص بيكتبوا عن ايه عن حياته نشوف كده الكلمات مع بعضينا كده امبيشوس امبيشوس يعني طموح كيرلس مهمل ركلس متهور او طائش يعني مبتهج يعني تنافسي يعني حذر او متروي تقليدي او مراعي للاصول يعني متساهل او متفتح يعني مكتهد يعني مثالي يعني غير صبور يعني طيب او عطوف لايكبول محبوب مودي يعني متقلب المزاج اوتجوين يعني غير متحفز او ودود بوبيولر يعني مشهور او زو شعبية شاتي يعني محب الحديث والحوار ريالبل يعني يعتمد عليه ريزيرفد يعني متحفز سالفش اناني سنسبل عقلاني او حكيم سنستيف حساس او سريع التأسر سنتمنتل يعني عاطفي شاي خجول سوشيابل يعني اجتماعي سنبستيك يعني متعاطف او متفهم ليه للمشاعر نشوف مع بعضينا كده الكلمات اللي موجودة معنا على يعني في سن كزا يعني كفيف يعني معهد اللي هم المكفوفين يعني مقطع اللي التجربة يعني يوم مليء بالاحداث بورش بورش يعني رواقه او مدخل البيت جزد جزد هنا يعني خمنت يعني بشكل غير واضح هنا يعني يعني اسراع او عجلة جيئا ومزهابا يعني مجيئا وزهابا على وشق الحدوث يعني مادة يده يعني احتضنت فوق كل ذلك او فوق ذلك كله فيما بعد سبيل يتهجى اميتيت يعني يقلد يعني الفرق بين يشعر بالاسف لي زوال اللي هو يعني غموض ريفيلد تكشف او كشفت يعني عيقظت روحي يعني حررتها يعني عوائق انتايم يعني في الوقت المناسب يعني محيت ايجر تو شغوف ان لونجد فور يعني طواق الها. دعنا نشوف مع بعضين الجزد كده بكابلال براكتس change the underlined words into the correct part of speech. number one he is a very mood person. طبعا هنا بالنسبة لنا كلمة mood wrong. مكتوبة غلط. فهنا عايزين طبعا ايه? نصحها. في احنا عايزين منها وطبعا مش هتبقى مودة هتبقى ايه? مودي. اوكي? يس يبقى هنا عايز مننا ايه? مودي. يبقى يعني شخص متقلب المزاق. number two they are hope that economy will recover. بيأملوا طبعا ان الابتصاد ممكن ايه? لتعافى. فطبعا هنا ايه? مش عايز هو ايه? hope. هتبقى ايه? adjective. يبقى hopeful. اوكي? hopeful. number three choosing a new car is a difficult decide to make. يه? طبعا هو مش عايز هنا decide to occur. هو عايز هنا كنعون منائب decision. decision يعني كرر. number four he couldn't see the important of what i said. طبعا هنا مش عايز important yeah? ما هو عايز اهمية. يبقى importance. yeah? number five here ambitious is to travel around the world. طبعا هو مش عايز كلمة ايه? اللي هو الطموح بتاعه هو عايز الطموح. here ambition. ambition. يبقى هير ambition. يعني الطموح بتاعها is to travel around the world ان هي تسفر حول هي العالم. she listened to my problem with greed sympathetic. اوكي? طبعا هو هنا عايز هي. سمبيسيتكالي. اوكي? سمبيسيتكالي. number seven there is nothing to do. i think i'll die of بور. يا? طبعا هنا مش عايز بور. هتوبى بور ده. number eight don't do anything silly. use your common sensible. طبعا هو مش عايز هنا sensible. عايز هنا common sense. اوكي? number nine. كريم is a very cheer boy. he always smiles. هو مش عايز هنا تشير. هو عايز هنا هي cheerful. يعني مبتاق او دايما فرحان. number ten my friends are always sympathy with me if i have a problem. سمبيس هنا طبعا ناون. هو عايز هنا هي sympathetic. number eleven. when you need in a hole you will find me very rely. rely هنا يعني يعتمد. هو هنا عايز يوصدها انه هنا reliable. يعني جدير بالثقة. number twelve. i have some very pleased memories of my child. طبعا عندنا هنا حكتين. please هنا. المفروض هي تبعيبها pleasure او pleasant. yes pleasant. لمو قول pleasant memories يعني هنا عايز ذكريات منتعة او مسرة. memories of my child. هنا مش عايز child وعايز هنا ايه? child طفولة. number thirteen. we lived in a romance cottage in the country. طبعا هنا مش عايز رومانس هي عايز هي رومانتك. رومانتك كتج يعني ايه كوخ رومانسي. the room has a love views of a lake. اوكي. هو عايز هنا ايه? lovely. lovely views يعني ايه? مناظر طبعية ايه? محببة. we had wonder garden with lots of animals. yes هي مش واندر طبعا عايز هي wonderful. wonderful يعني جميل او رائع. number sixteen i remember that they extreme well. yeah extremely. my favorite animal was a cat. yes my favorite. يعني الحيوان المفضل ليه هو الكات. she was usual very quiet and friend. yeah. طبعا هنا مش اتبعا يوجول. اتبعا يوجولي. وهنا مش فريند اتبعا ايه? friendly. يعني ودود او صدق. one day we had a traditional lunch and a family gathering. yeah traditional. I was usually cheer when I was a child. yes cheerful. دي طبعا الحاجات دي كلها لازم نذاكر الصفات اللي موجودة معنا هنا عشان نقدر نحل حاجات زي ايه? دي. نشوف مع بعضينا كده اللي موجود معنا على unit one. بيتكلم على المودل فوربس. اوكي? what are مودل فوربس? ايه هي المودل فوربس اللي موجودة معنا النهده? طيب. المودل فوربس دي عبارة عن افعال. الافعال دي نقصة. اوكي? زي مست كده. يجب كان يستطيع. والمد منها كد. ومي هنا ربما والمد منها مايت. والسوفة والمد منها وود. شال يجب وهنا المد منها شد. وطبعا المد من مست هنا ايه? او او هاد تو. اوكي? دي بالنسبة للمودل فوربس اللي موجودة معنا. طيب المودل فوربس دي عبارة عن ايه بقى? قال لك we can't add. ما نقدرش نضفلها ولا اس ولا ing ولا بنضفلها اي دي. يعني ما نصرفهاش خالص. اوكي? تو زيم لايك ازي الافعال الاخرى. يعني هنا عندنا شي مست استادي هارد. هنا الفاعل وبعد كده مست يجب وادي الفاعل في المزر استادي او. وادي هارد ياس ما ننفعش هنا نضفلها ايه? اي دي ولا نضفلها ايه? اس ما ننفعش نقول she musts. اوكي? طيب لما نيجي الحوال على الباست نقول she had to study هارد يعني كان هياجب عليها ان ايه? ان تزاكر ايه? بجد. ده بالنسبة ليه? للحتة اللي معنا. تعاني شوفت الجزء اللي بعد كده نمبر سري قال المودل فوربس ار فولود باي. فولود باي ايه? انفينت في زاوت تو. يعني لازم يتبع حال فيها في المزر بدون اي ايه? حرف جرب روبزيشن تو. تم may be late. ربما سيكون متأخر to the lecture today. lecture today. you have to see a doctor. you look terrible. اوكي? الجزء اللي بعد كده عالك use perfect infinitive زي هاف بلاس البي بي. اللي هو التصريف الثالث للفعل. past participle. after modal verbis بعد modal verbis to express the bass. عشان نعبر عني الماضي. لما اقول you shouldn't have left the door unlocked. كان لا يجب عليك ان تترك الباب مغلق. that was your mistake. طبعا ده الخطأ اللي كان عندك. tom must have been very angry yesterday. ثم اكيد كان غاضب امس. they can't have left. their car is still in the garage. الخطة اللي بعد كان number five. can be used as holding verbis. ممكن تستخدم كفعال المساعدة. from questions للأسلة and negations اللي هي النفق. زي لما نقول can i talk to mister هامضي. يبقى هنا هي request طلب. اوكي. sorry he can't take phone. يه? بعد هنا can't get infinitive هو. phone calls now. ما يقدرش ياخد اي مكالمات التلفالي الان. لما تيجي تسأل سؤال should we come every day at seven in the morning? he might not come today. هو ربما ما يجيش النهر. الخطوة اللي بعد كده number six. can refer to the present. ممكن تشير الى المدارة present. ممكن تشير الفيوتشور مستابل. or the best اللي هو الماضي. according to the meaning and structure. ده حسب طبعا المعنى او حسب تركيب الجملة of the sentence not the form of the mother verb itself. وليس كشكل الفعل الناقض ذات نفسه. اوكي? لما قول this is his car. ده عربيته. يبقى he must be at home now. هو اكيد دلوقتي في البيت. في الجملة في present. his car isn't here. عربيته مش هنا. he must have left. يبقى كيت هو ايه? ترك المنزل دي في الباست. حطيت بعد must have هنا بلاص البي بي. they may come back tomorrow. future. ربما ياتي غدا. she may have come if you had invited here. كان ممكن هي تيجي لو انت ايه دعتها. يبقى هنا past. there's terrible accidents the driver could have died. the roads could get busy today because of the match. هنا present. او. طيب خليك معايا كده في الحتة اللي هي بتاع mode of verbis are used to express meaning like هي بتستخدم للتعبير عن. اول الحاجة obligation. obligation هنا اللي هو الالزام. حاجة ضرورية. yes. necessity اللي هي الضرورة. certainty اللي هي التعكد. او permission اللي هو الاستيزان. او ناعدام الضرورة. او possibility اللي هي الاحتمالية. او اللي هي المقدرة. او تستخدم لل offers اللي هي العروض. عروض الخدمة والمساعدات. او ايه كده? ده ايه? از الابات.erto. YEAHверж. starting. الاستنتاج. لما قولوا. must study harder for the exam. يبقى هنا ده اسمه obligationken. يعني تعال نشوف كده الوظائب بتاع اول حاجة لما نيجي نستخدمها في اللي هي القدرة بنستخدم كن او كد لو هي كن بتبقى في البرزنت ولو كد بتبقى فين في الباس وبيجي طبعا بعدهم على طول الانفنتي اللي هو الفعل فين في المصدر لما قلتم يعني تم يقدر يعزف على القطار بطريقة جيدة في الماضي هنا اقول اي كود ران فاست وين اي وزيان اي كود ران فاست وين اي وزيان هنا ابلوتي انزا باست قدرة فين في الماضي انفرشناتلي شي كانت درايف قدرة هنا فين في البرزنت اي كود انت انسر والزاكوششنز هنا ما قدرتش اجواب على كل الاسئلة طبعا دي عبارة عن يعني قدرة فين في الباس ناخد بنا طبعا هنا ان ممكن استخدم او وزن تابل تو ياس وزن تابل تو تسوي كودنت لما اي وزن تابل تو نو هز هوم ادرس ياس يعني انا مكنتش قادر على ان انا اعرف العنوان بتاعه ممكن اشيل وزن تابل تو وحط ما كان هنا ايه ياس كودنت حط ما كان ايه كودنت يعني مقدرتش يبقى اي كودن تنو هز هوم ادرس لما قولش كان بينت زا هاوس اون هيرو اون يعني هي تقدر تطلي المنزل بيه بنفسها الاستخدم ايبل تو يبقى لما قول هنا كان كودرة في المدارع بتسوي ايه هنا بتسوي ام او ازا وار اهيه بلس هنا بلس مين اللي هو الفعل فين? في المصدر اوكي? عشان كده انا هنا اعمل ايه هشيل كان وحط ما كان هنا ايه ايه از ايبل تو وبيجي بعدهم الفعل في المظربة شي از ايبل تو بينت زا هاوس اون هير اون ده بالنسبة ليه للابلاتي الجزء اللي بعد كده او ودي بتكون بمصد او هاف تو ودي الضرورة وايه والالزام طيب بتاع ان شوف كده مع بعضينا كده ان مست هنا ويه هاف تو لازم برضو يجي بعدهم الفعل فين في المصدر اوه? اوكي? والماضي بتاعهم بيكون الباست هاد تو. لما اول يوم مست يعني يجب ان تستمع بحرص لمعلمك زي لما اول يوم هاف تو بي ات زا ايربورت ات ناين اوكلوك دي ضرورة والزام اوكي? والبس بتاعهم نقول وي هات تو كان يجب علينا ان احنا يهيه كانسل زا ميتينج ان احنا نلغي المقابلة تجيلي سؤال مسلا زي يو ار ابلايج توريسبيكت يو تيتشيرز انت لازم تحترم ايه المعلمين بتوعك يجي يقول استخدم مست مست يبقى هنا اشيل ار ابلايج تو يا يبقى هنا يو مست رسبيكت يور تيتشيرز ياس يبقى انا اشيلت هنا ايه يو ار ابلايج تو وحطت مكانها ايه مست يبقى يو مست رسبيكت يور تيتشيرز ياس يبقى احنا كده هنا بنشيل ابلايج ونحط مكانها ايه مست you are obliged to رسبيكت يور تيتشرز لهم يق like يقول استخدم مست هنا اقي شايل مين ابلايج وحط مكانها ايه مست يبقى يو مست رسبيكت يور تيتشالز يقى هنا برض يقولت it's important for me to get up at six o'clock daily. من الضروري جدا نانا لي استيقظ الساعة السادسة ايه كل يوم يوميا الاستخدم have to. عامل ايه على طول هنا كده اشيه ايه? it's important day for me to. اوكي? واجه حطت ما كان همين have to? هل I have to get up at six o'clock every day? yes? بالنسبة بقى لكلام ده في الباست يقول لي it was necessary for me my father to travel yesterday كان من الضروري على ابي ان هو يسافر امسل استخدم هاد to. يبقى اشيه هنا مين? it was necessary for. اوكي? وابدأ هنا بيه بالsubject اللي هو الفعل my father. وحط مكان it was necessary. احط مكان had to. كان من الضروري. يبقى my father had to travel yesterday. الجزء اللي بعد كده هيتكلم على عدم الضرورة. lack of necessity. اللي ينيدينت. اوكي? او not have to. yes? not have to هنا اللي هو طبعا don't have to. yeah? لما ولي don't yes? don't have to plus mean plus infinitive اللي هو الفعل في المصدر او هنا doesn't 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 have to plus infinitive okay? والباست منهم هنا بيكون الماضي من don't or doesn't بيكون ايه? didn't plus او didn't have to plus ايه infinitive. yes? ده بالنسبة ايه lack of necessity اللي هو ايه عدم الضرورة. لما اقول you don't have to answer all the questions. يعني انت مش مضطر ان انت تجاوب على العسلة كلها. you needn't answer all questions. all the questions. yes? the store is locked today. you needn't have come. ما كانش لازم تيجي. they didn't have to come. كان اللي يجب عليهم ان هما ييجوا يعني. they knew that the meeting was cancelled. هما عرفوا ان الموابلة ايه اطلغت. we didn't have to buy any bread. there was enough bread in the fridge. هما ما كانوش محتاجين او ما كانوش مضطرين انه هما اشترى ايه خبز لان كان فيه خبز نف كاففين. yes? طب الحاجات دي بتجي اسهلة ازاي questions? يجي هنا يقول لي. اه ازاي ما اخدنا في الحاجات اللي فاتت دي يقول لك it isn't necessary for us to. اوكي? طبعا هنشيل كل الكلام ده او. اوكي? وعشان هنا طبعا ضمير المفعول هنا الابجيكت اس. فيكون الفعل هنا وي. ونحط هنا ايه? don't have to. don't have ايه? تو. يبقى we don't have to. وكمل we're school uniform. another form شكل تاني يقول it isn't necessary for some to do the exam again. yes. يبقى الاستخدم needn't. يبقى نبدأ كده نيجي شايلين it isn't necessary for. وابدأ بمين بسام. وحط بقى needn't. يبقى some needn't do the exam again. الجزء اللي بعد كده بيقول لي. it wasn't necessary for you to bring all the books. اشيل it wasn't necessary for. yeah. وابدأ بالفعل subject you. وحط هنا needn't. يبقى you needn't. needn't have brought all the books. yes. ليه هم انا قلت needn't have brought. needn't listen to me carefully. needn't have plus البلس اللي هو التصريف التالت ليه? للفعل وده طبعا صيغة في الباس. صيغة فين? في الباس. you needn't come if you don't feel well. yeah. هل استخدم have to. طبعا انا اشيل هنا مين? of course. اشيل needn't. اوكي? وحط ما كان انا مين? don't don't have to. yes? يبقى you don't have to come if you don't feel well. الجزء اللي بعد كده معنا اللي هو الحزرة او المنع اللي هو البروهبشنز البروهبشنز ده اللي هو بنستخدم must او count. must او ايه? count. mustn't or count. برضو هنا بعد mustn't count لازم ييجي الانفينيتيف اللي هو ايه? الفعل في المصدر. لما اقول لك mustn't drive over 100 كيلو متر برار. يعني لا يجب عليك ان انت تسوق فوق سرعة كام 100 كيلو متر في الساعة. you can't use the front door. ما تقدرش يستخدم الباب الامامي. it's for the staff members only. yes? طيب العسلة بتجي ازاي? ييجي يقول لي هنا. you aren't allowed to. انت مش مسموح لك ان انت go in because you are under 18. الاستخدم can't. هشيل الار انت لو دتوه حط مكانها can't واكمل. you can't go in because you are under 18. yes? using the front door is forbidden. طبعا هنا كلمة forbidden هنا يعني ممنوع. اوكي. equal count. يجي هنا يقول لك. using the front door is forbidden for pupils. استخدم الباب الامامي ممنوع للتلميذ. ويجي يقول لك استخدم count. ابدأ على طول بمين بالفعل هو subject pupils. you but pupils can't use the front door. يجي هنا another sentence يقول لي we aren't allowed to. اشتب على طول على مين aren't allowed to. لانها بتستغل بتسوي مين? count. وحط count مكانها. we can't use the phone for private calls. another one. we can't use the phone for private calls. يا? it is very important to not to forget your medicine. ضروري جدا ان انت ما تنساش الدواب بتاعك. اللي استخدم mustn't. يبقى اشيل على طول مين? it isn't very important to not to. وحط مكانها ايه? mustn't. وقول له you mustn't forget. you mustn't forget your yes medicine. يجي هنا برضي يقول لي. it's wrong to talk to your teacher like that. من الخطة ان انت اتكلم مع المستر بتاعك بالطريقة دية ويقول لي استخدم count. هشيل على طول it's wrong to. وحط count. يبقى you can't talk. yes. you can't talk to your teacher like that. قملة تانية يجي يقول لي. it's against the law to exceed the speed limit. الاستخدم mustn't. يبقى يشيل هنا ايه? it's against the law to. yes. واقول له هنا you mustn't exceed the speed limit. الشكل الخامس معي form number five اللي هو الاسبيكوليشن اللي هو الاستنتاج او الديدكشن ياس بمين بمست او كانت. مست او ايه? كانت. طيب. يقول لي it is بتاعته فبيقول لك اكيد هو فين في المنزل. فهده دي دكشن استنتاج. or سبيكوليشن. I'm almost sure he has. طبعا عشان انت متأكد. فاستخدمت طبعا ايه? must be. his car isn't in the garage. he can't be at home. العربية بتاعته والسيارة بتاعته مش في الجاراج. he can't be at home. هو استحالة يكون في البيت. اكيد طلع طبعا I'm almost sure he isn't. انا متأكد تماما ان هو مش موجود. yeah? didn't come to school. طيب في الماضي. يقلب نستخدم must. okay. have plus البي بي. او can't have plus البي بي. ده بالنسبة ليه الاسبيكوليشن فين في الباست. اوكي. must. have. اوكي. plus البي بي اللي هو التصريف التالب. او بنستخدم مين كانت? have plus البي بي. التصريف التالب. yes? لما قول اي. ام لما قول تم didn't come to school. يعني تم مجاش المدرسة. yes? he must have been all. he must have been all. ادي must plus have plus بين اللي هو البي بي. التصريف التالب. I'm almost sure he was. طبعا هو متأكد تماما ان هو كان مريض. I didn't see you there. انا ما شوف تاكش هناك. you can't have come. you can't have a come. I can't have plus البي بي. I'm almost sure you didn't. انا متأكد تماما ان انت. اوكي. ما كنتش. طيب يكسش انا السهلة بتجي ازاي بيقول لك I'm sure our daughter is very nice to you. خد بالك هنا الاسبيكوليشن في البرزينت عشان كده استخدم مست بلس الانفينت في اس. يبقى لما تجي تبدأ بقى كده تقول your daughter must be. yeah must be very nice to you. طيب في البس يقول I didn't have your letter. you surely made a mistake. قال استخدم مست. اوكي. لما ماجي هنا اجاوب والي بقى. I didn't have your letter. you must have made a mistake. must have plus البي بي. I'm sure you didn't paint the house yourself. الاستخدم كنت. يبقى لما اجي هنا برضو استخدم كنت. قال you can't have painted. يبقى you can't have painted the house yourself. form number 6 طبعا استخدام رقم او الشكل رقم 6 السادس لمين للمودر فوربس اللي هو future prediction اللي هو التنبؤ بمين بالمستقبل. يقاس وده بنستخدم طبعا will او might او may. طبعا انت لما بتكون متأكد certain او sure. yes فبنستخدم will plus the infinite في الفعل فين في المصدر. لما قال I think I will go to the party tomorrow. اعتقد ان انا اروح الحفلة غدا. yes لما تكون perhaps. yeah غير متأكد. فبتستخدم may. بتستخدم ايه? may plus ال infinitive. زي ايه كده لما قال I'm not sure yet. مش متأكد حتى لان I am I may go to irland in the summer. ربما اسافر ارلندا فين في الصيف. yes طيب. يقولك take an umbrella with you. it might rain later. yeah. فبستخدم هنا بردو تنبؤ. yes ربما ان هي تمطر فيما بعد. ناخد بالنا كده ان will والله بتيجي معي. I am sure or it's certain. it's a certain. yeah. او it's definite. it's definite that. لكن هنا may or might يبجيجو معامين مع ام نتشور مش متأكد او it's possible that. او ممكن او it's likely to. it's likely to. طيب الكلام دي يجي ازاي? يولي it's likely to rain. it's likely to rain. yeah. this afternoon. اللي استخدم might. يبقى نقوله it might rain this afternoon. يبقى اشيلت it's likely to. وحطت ما كان عمين might. وحطت بعدها الانفينتف رين على طول. جملة تانية another sentence يقولي I am not sure yet if I can come to the party. يقولي استخدم may. yeah. طيب انا اشيل الكلام ده كله. I am not sure that if I can come. حط هنا come the may. يقول له I may come to the party على طول. انا ربما اعطي له الحفلة. يبقى may plus infinitive. it's possible that we win the match. ممكن نفوز بالماتش. هنشيل طبعا it's possible that. وابدأ بالsubject الفئة الوي. حط بعدها might. يبقى we might win the match. ربما نفوز بالماتش. الجزء اللي بعد كده number seven possibility. اللي هي القدرة او الامكانية. ودي بنستخدم can او could. او may او might. دي احتمالية. طبعا لو كانت الاحتمالية دي في present بنستخدم can او may. ولو كانت past بنستخدم could او might. يقول له pop may be in his office. هو ربما يكون في المنزل بتاعه. في المكتب بتاعه. sorry. bob might be having lunch. ربما يتناول الغداء بتاعه. the roads could get very busy tomorrow because of the match. ممكن تكون مزدحمة جدا بسبب الماتش. يجي يقول له جمل ازاي? يقول perhaps tom is in his office. yes. اخد باله هنا كده. يبقى اقول له tom. ابدأ بالفعل tom. واحط هنا may واجيب الانفينيتف من از اللي هو ايه بي. اللي هو ايه بي. يبقى tom may be in his office. ربما يكون في مكتبه. but might be having lunch with jane. اللي استخدم perhaps. يبقى طبعا هنا اشيل might. yes. واجيب هنا بقى ايه? perhaps. وابدأ كده perhaps bob. وحط از هنا. وحط ايه? having على طول lunch with jane. yes. ده بالنسبة ليه? للpossibility. الpossibility ممكن تكون في زمن past December. زي لما يقول she didn't answer the phone. perhaps she was asleep. ربما هي كانت نايمة. يبقى لما تيجي تجاوب بقى تقول ايه بقى she didn't answer the phone. هي لما ترد على التليفون. وقال له she might. طيب المستر قال لك ايه? قال لك ايه? قال لك اخد بالك ان اه البossibility هتبقى ايه? might have been. might have been asleep. بقى كده بقوله the rules could get very busy because of the match. هل استخدم possible. ياه? يبقى لما تيجي انت كده تجاوب هتقولي بقى it is possible that the rules get very busy because of the match. she may come late. ربما هي تاتة متأخرة للاستخدم likely. يبقى she هتشيل طبعا هنا مية. ونقول له she has likely to come late. الجزء اللي بعد كده معايا هو اللي هو الازن او التصريح وده بيبقى can او could او may او might. لو استخدمت كان الاول هنا بقول له can i use your pen for a minute? يعني هل ممكن استخدم المكلدية? وده طبعا طلب بطريقة مؤذبة هي polite request. could i use your pen for a minute? may i come in? okay? mom says i can't go out with friend's friend's. yes? تيجي لايسئلة ازاي? يقول لك mom doesn't allow me to go out with my friend's. yes? ويجي هنا يقول لك استخدم كان. طبعا اشيل هنا doesn't allow me to. yes? يبقى mom says i can't go على طول. i can't go out with my friend's. mom says i can't go out with my friend's let. yes? زي ما انا كانت معمولة فوق يبقى هنا اقول ايبقى اشيل كانت دي. وحط جملتها عادي زي ما كانت فوق. mom doesn't allow me. اشيل لاو هنا حط ما كانها let. yeah? بس اخد بالك هنا. مع اللاو هنا two plus infinitive لكن let هنا بيجي بعدها مين الفعل في المصدر المفعول وباقي الفعل فين في المزربة. mom doesn't let me go out. yes? لكن اللاو هنا اللاو مفعول two plus infinitive. do you mind if i use your pen for a minute? الاستخدم كود برضو ده طلب بطريقة مهزة. يبقى كود ايوز على طول كود ايوز your pen for a minute. الجزر بعد كده. form number five nine. making suggestions اللي هو اقتراحات بشل وكان وكود. الكلام ده اخدنا كله. قبل كده. shall بيجي بعدها فعل بعد كده فعل في المصدر لما اقول مثلا shall we go to the theater tomorrow يجي الاستخدم how about. how about لازم يجي بعدها verb plus synergy. يبقى how about going to the theater tomorrow. yes? ده الفرق بنشل ومين وhow about. طيب how about ازاي من كده زي what about هما الاتنين واحد. how about what about لازم يجي بعد يوم هي verb gerund اللي هو verb plus high in g. we could or can go to the cinema this weekend. ده برضو عبارة عن suggestion. بيجي يقول استخدم why don't we why don't we we go to the cinema? yes? this weekend number ten form number ten بيتكلم على giving advice اللي هي النصيحة طبعا النصيحة انا باستخدم should or ought to plus infinitive. لم اقول لك you should or ought to go to school early يجب عليك ان تذهب الى ايه المدرسة مبكرا. زي لما اقول you would better go early or you will miss the train. طيب ممكن استخدام قاعدة في الحالة التانية للنصيحة زي لما اقول if I were you لو كنت مكانك. I would find another job. كنت انا هدور على وظيفة اخرى. هل استخدم should? yes should. لازم يجي بعدان في نتفي باقول you should find another job. another job. هي قوملة تانية يقول لك you should see a doctor for that headache. يجب عليك ان انت تشوف دكتور عشان الصداع دا يقول لك استخدم هات بدر. يبقى اقول الطلبات كلها بطريقة مهزبة بيستخدم can or could or will or would بيجي في الاول طبعا فهو ليه السؤال اهو. فهو لل question yes will or would or can. زي لما اقولها could you get me some water please? would you type these letters for me please? ممكن تكتب ليه الخطابات دي لو سمعت. can you give me a hand with these boxes please? ممكن تساعدني به في السندية دي لو سمعت. الجزر بعد كده making offers. offers اللي هي عرض المساعدة. اللي هي shall or would or do. يقول لك you look tired and تبدو متعبا. i will do the washing up for you. يعني انا هخسل لك الغسيل. هو يقول لك استخدم شاو. يقول لك you look tired. يبقى shall i do? shall i do the washing up for you? shall i do the washing up for you? يستخدم with you. يبقى would you like me to do? yeah? would you like me to do the washing up for you? ها. would you like me to plus infinitive? shall i do the washing up for you? يل استخدم do you? do you هنا? you but do you want me? do you want me to do the washing up for you? ده كل اشكال طبعا المودر في استخدماتها. خلصت الكلام. اوكي. طبعا ان كلها بتستخدم من اجل ايه? ممكن ضرورة او منع او حزر. هو كلنا درسنا ايه? واحدة واحدة. تعال نشوف مع بعضينا كده. تدريب على الكلام اللي احنا اخدناه ده كله على الفكابي الكلمات. اول حاجة. choose the correct words in practice. number one. يقول لي someone's is their name or who they are. طبعا دي اللي هي بتكون ايه? yes. identity. identity هنا اللي هي ايه الهوية. yes. number two. and is a book in which someone writes about their own life. يعني كتاب بيكتبوا ايه الشخص عن حياته اللي هي طبعا هي الوتو بيغافي. السيرة الزيتية. number three. he can't hear he is. طبعا هو ما يقدرش يسمع با هي ايه? yes. deaf. deaf يعني اصم. number four. she can't see. she is. هي مبتدرش تشوفي وبا هي is blind. people who can't speak are. الناس اللي مبتدرش يتكلموا دول بيكونوا ناس ايه? are mute. number six. sarah is a pet and shy. it's not easy for here to get into a conversation with others. يباشي is reserved. reserved هنا يعني متحفزة. yes. number seven. i think most girls are rather they cry a lot over unimportant matters. yes. هما بيبكوا على على حاجة يعني مش على اي حاجة مهمة جدا يبا يدول بنقول عليهم ايه? sentimental. sentimental يعني عاطفيين. number eight. dad can't be a pet. especially in the morning. he hates getting up early. يبا هو ايه? مودي. مودي يعني شخص متقلب المزاج. number nine. umar seems unfriendly but the fact is that he is an person. yes. هو يبدع له ان هو غير صدوق لكن في الحقيقة هو ايه? yes. شخص متفتح يبا ايه? is going. number 10. when my grandmother died my teacher was very. yes. with me he is really considerate person. يبا كان شخصي sympathetic يعني شخصي عطوف. number 11. the taxi driver was very and told me everything about his family. يبا شخصي كان قال لي كل حاجة عن عيلته وهو ايه? شاتي. number 12. salim is too to believe such false stories. yes. يبا شخصي sensible. number 13. i never travel in a car with kareem. he is such a driver. yeah reckless. my twin brothers are very different. mustafa is very and outgoing while osama tends to be very shy and like us being on his own. yeah. طبعا هنا تاخد سوشيبل. سوشيبل هنا يعني شخصي اجتماعي. number 15. our teacher loses his temper. يفقد طبعا and becomes very. when someone repeats their questions لما في حد بيقعد يقرر الى السلة بتاعتي وبا بيكون impatient. impatient. impatient يعني غير صبور. yes. اللي بعد كده. he is outgoing and likes him at school and in the club. yes. popular. شخصي محبوب. كل شخصي everybody likes him. كل شخصي بيحبو في المدرسة وفين فناني. when we have arguments ما يكون احنا بنتقادل. you seem to be really. you really need to be a grown up person. يبقى انت شخصي childish. childish هنا يعني طفولي. sarah is very chatty and she gets into a conversation with everybody. شخصية طبعا اجتماعية يبقى انولي social. تحب تتكلم مع كل الناس. he is a very person. he really hates losing at games. طبعا هو شخص هنا بيكون competitive. competitive يعني بيحب المنافسات. فهو بيكره ان هو يخسر اي games. number 20. he isn't very. he last minute. يبقى طبعا هو ده شخصة hard working. hard working يعني شخص بيحب العمل. sarah is very kind and she is always sympathetic when other people have problems. yes. طبعا دي شخصية considerate. number 22 i think she is rather she cries really easily especially when she is watching a film. تبكي على اي حاجة حتى لو هي بتتفرج على. فيلم طبعا دي بتكون شخصية sentimental. هاطفية. number 23 george is a person. he is never sad or upset about something. ما بيزعلش عليها حاجة هو هو cheerful. يعني مبتهج. alice doesn't give up easily and always gets on with her work in class. she is such a student. yes hard working. يعني شخصية بتحبي العمل. number 25. my mom is a person. she gets on with most people and she loves to get together with her friends. يبقى شخصية كده sociable. اجتماعية. number 26. mary is the least tolerant person. i know. she's always yes impatient list tolerant يعني اقل شخص اقل تسامح يعني. number 27. he is a very person. he knows hundreds of people. يبقى هدا شخص طبعا ايه السش يقوله. بيعرف ناس كتير اوي. he is a very the sort of person who is always loving. loving يعني دايما بيضحك وبهو cheerful 29. ellen can be a pet. he is one he once lost everybody's cinema tickets and we all had to pay again. يبقى شخص ايه كده. yes reckless he was a very teacher. he gave us lots of isses and always marked them quickly. طبعا عند شخص ايه hard working. بيحب العمل. our teacher is very with us. if anybody doesn't understand something he explains it again and again. يبقى ده شخص كده ايه patient. بيشرح الحاجة مرة واثنين وثلاثة. number 32. طبعا كلام ده على الجرامر. القواعدة هو. ناخد بنا. يولي زي. work very hard when they were in london. طبعا دي ضرورة فبنستخدم زي هاف تو. oh sorry. هاد تو. هاد ايه تو. لانه ده فين في البست. number 33. three. we able to spend much time with our children. yes. يبا we aren't able to. and with the are able to plus infinitive. question number 34. she sells the house because she needed much money. she needed much money. يبا كانت مضطرة ان هي تبيع المنزل. يبا هادة تو. البعدية. she travels alone every weekend. she have a family. yes. بستخدم هنا طبعا might not. might not. هي بتسافر لوحدها كل week end لان هي ممكن ما يكونش عندها عيلة. number 36. he looks depressed. يبدو محبط. he be having some problems. يبا هي. he must be having. question number 67. look at that man lying on a park bench. he homeless. must be homeless. she said she is coming by train. so she have a car. she can't have a car. she won the competition. فازد بالمثابة. she a good singer. she must be a good singer. you have just eaten. you be hungry again. this is a way. you can't be hungry again. do i go shopping every day. you buy do i have to. do. ضرورة. in the uk you must on the left. must drive. لازم يكبر ديان infinitive. you use your mobile in the library. إيبا يو هنا طبعا عنده. the prohibitions mustn't. you come to the part if you don't like. yes. إيبا don't have to. عدم الدرورة. number 45. we hurry to get there on time. إيبا we. yes. yes. we have to. we have to hurry. to get zero time. ضرورة هنا. تعال نشوف مع بعضنا كده الجزء على الجرامر. عشان نقدر طبعا الحاجات اللي احنا ايه خدناها نطبقها. الموضوع سهل جدا. متibile. number 1. number 1 وقل لي Rowanaτικاتاتاتاتاتاتاتات Sync هي مش في المنزل. I think she is in the club. she is in the club. طبعا احنا نشيل i think i think أول حاجة هنقولي advantages yes isn't at home. هي مش في المنزل. yes وبعد كده بنقول له اين بقى نقول له she must be in the club. ده اولة جملة. yes? بتانشوف number two. بقول لي that didn't know how to drive a car until he was 30. yes? قال استخدم couldn't. استخدم ايه? couldn't. يبقى يقول له كده ايه? طبعا نشيل didn't know how to. كلام ده كله يتشيل من الجملة علشان تقدر ايه? تحل الجملة نقول له كده من اول didn't كده لغاية two نشيلها من الجملة. yes? ونقول له بقى كده that. yes couldn't. بقى بعد ده الانفينتف اللي هي drive a car. yes? until he was 30. until he اللي or mike wasn't allowed to go on last summer. اللي هنا استخدم من couldn't. طبعا هنا she wasn't allowed to زي ما نعلمتوكو. وابدى بقى كده بايه? بمايكو. ما نعلمتوكو. yes or she wasn't. واستخدم couldn't. ايبا مايكو couldn't go on a safari. yeah last summer. اوكي? اللي بعد ايها number four. they were obliged to reply to the invitation. كانوا مضطرين ان هم يردوا على الانفتاشن. اولا حاجة نشيل where obliged to. yes? وابدأ كده بقى. زي ما المستر بيعلمني. ابدأ كده بزي. واحط مكان الكلام ده had to. هاد ايه? to يعني كانوا مضطرين لي reply to the invitation. yes? اللي بعد كده number five. the students could talk one another after the test. هل استخدم allowed? اول حاجة ايشيلها اللي هي could. اوكي? وابدأ كده بقى the students. students. yes. students هنا جاب عم بيتاخذ ايه where? وبعد كده حطها allowed. يعني كان مسموح لهم allowed to talk to. yeah two one. yes another. another. after the test. اللي باعي كده number six. باللي she wasn't obliged to pay for here course in advance. هل استخدم didn't have to? to? تشوفوا المستر هيشيله كده? هيشيل wasn't obliged to? واحط مكانها didn't have to. يبا اقول له. she didn't have to. to. be. be. for. here. course. in advance. yes. اللي بعدين بيقول له. i am sure he works very hard. انا متأكد ان هو بيشتغل بجد. yes. اللي استخدميه هنا. okay. استخدم must. yeah. يبا لما تجي تجاوب بياتولي كده. yes. he must. انشيل هنا ايه. i am sure. ونبدأ كده. he must. واجيب بعدها الانفينيتف اللي هو ايه. work. يبا he must work very hard. yes. تعا نشوف number eight. i am sure they don't have a lot of money. yes. طبعا هنا بنشيل كل الكلام ده كده اللي هي. i am sure they don't have. okay. واجي اشتغل بها كده. ولي بقى. he can't have. yeah. he can't have a lot of money. يبا he can't have a lot of money. yes. number nine. it's possible that she is thinking about your test. yeah. الاستخدم could be. could be. okay. يبا هي اللي انا هعملو كده انا هجي ماسك كده. اشيل من اولا. it's possible that she is كده. اوكي. وابدا بالفعل بتاع اللي هي مين شي. واللو شي كود. واحط بعدها ايه. بي اللي هو الفعل في المصدر. واكمل بس thinking. يبا she could be thinking about. about. about here. test. yes. اللي بعدية كده number 10. perhaps they got lost. yeah. الاستخدم might. استخدم ايه. might. يبقى انا كده اشيل من. yes. perhaps. ابدأ كده بالفعل بتاع اللي هو ايه زي. might. حط بعد دائمين هنا have. وبعد كده البي بي جوته. واحط مين lost. لان نافين في البست. اوكي. تاني شوف number 11. بيقول لي. I'm sure Nadia was very upset. هل استخدم مين? might. استخدم مين? must. يبقى اشيل كده ايه مشور. وابدأ كده بمين بندية. يقول له must. yes. must. must. have. been. يبقى ايه. نادية must have. been very. upset. لانها فين. في البست. زي ما المستر علمك ان. must. have. plus. be. be. number 12. it's possible that your will become one state. هل استخدم مين? might. yeah. actually it's possible that. وابدأ كده. وغلوي. yeah. orub. وحط هنا بي. might. A board might become one state يعني ولاية واحدة number 13 I don't believe you failed the exam yes, start them can't yes لماذا start them? you can't I mean have failed LBB but you can't have failed the exam yes number 14 it's possible that Sam doesn't like sport yes يبقى اللي هنا استخدم might يبقى اللي سام طبعا احنا عارفين هنعمل ايه هنشيل كل الكلام ده اه ونبدأ كده ب Sam يقوله Sam might like sport yes number 15 it's Sunday I'm sure he is at home اوكي هلا استخدم must بنقوله he must هو يجيب بعدها ال infinitive B وقوله he must be at home وطبعا انا شيلت كل الكلام ده اللي هي ايه الصندق وهي امشور yes number 16 it isn't possible that Mark is in France اللي استخدم بردو كانت هنشيلي كلو زي من علمتوكو هنشيلي it isn't possible that وابدا بيمين بمارك ولو مارك كانت yes مارك كانت بي in France number 17 it isn't necessary for us to wear school uniform yeah actually من كلو oh it isn't necessary for us to وابدا كده دي عدم ضرورة يباويه we don't have to وكمل where school school uniform yes number 18 it wasn't necessary for us to take taxi we weren't late yeah الاستخدم have to بردو دي طبعا عدم ضرورة في الماضي يا يبا بدلا هنا ما نقول don't نقول we didn't يبا we didn't have have two plus infinitive take a taxi yeah ونقول له we weren't late يعني ما كنا شي متأخرين number number yes number number 19 it's wrong to talk to your teacher like that that الاستخدم shouldn't shouldn't نشير الكلام ده كله او قول له you shouldn't talk talk to talk your teacher like that like a that like a that thing you it's important that you stop behaving like a child من الضروري جدا ان انت تتوقف عن التصرف ان انت هي كطفل الاستخدم have to okay يبا قول له هنا you have to ضرورة you have to stop yes behaving like a child yes yes it's again this is a law to exceed the speed limit ضد القانون ان انت هي تتعدى السرعة هي المطلوبة يقول استخدم can't هيشتب على it's again this is a law to you can't يعني مش مسموح لك you can't exceed yes the speed limit yes 22 yes smoking is prohibited on planes الاستخدم mustn't yes yes طبعا هنا منع وحظر you mustn't واجب اداة الفعلة في المصدر اهو smoke you mustn't smoke on plants على الطيرات اوكي ده كل اللي كان معانا yes على الوحدة الاولى unit one ما انا اجبرت unit three سنة تالتة اعدادي yes اتمنى ان احنا نكون استفدنا thank you good boy شكرا